السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة السوق كان مبشر بالخير بمعنى ان العصافير النهاردة كانت اسعارها عالية وعالية جدا كمان بعد ما كنا كلنا بنعاني من ان العصافير اسعارها ما بتعلاج وان الاكل بس هو اللي في الزيادة وهو اللي بيعلى وناس كتير كانت صفت وقارت لا خلاص الموضوع مش جاي بهمه بدأ دلوقتي العصافير تعلق وكان ملك السوق هو اللي بيتحكم في السعر ملك السوق اللي هو مين اللي هو عصفور الكوكتيل وبالذات الكوكتيل اللاتيني اللي كان النهاردة سعره وصل لتممائة جنيه من سبعمائة الى تممائة جنيه عصفور اللاتيني النهاردة كان عليه اللم كتير قوي وكان التجار بيبحثوا عنه ولكن للأسف ما كانوش لقيونه بالعدد اللي هو عايزونه يعني كانت السريحة بتلف في السوق بالشيالات بتاعتهم كانت يعني شبه فاضية مش لقيين عصفير اللاتيني اللي الموها الاعداد اللي هم كانوا عايزينها طبعا ملاقاهاش ليه لان الناس ما كانش نازلة بالعدد المطلوب بين الكوكتيل اللاتيني طيب اللاتيني النهاردة كان بيتلم على من سبعمائة وخمسين لتممائة جنيه ده بالنسبة لسعر الكبير اما الصغير كان من خمسمية لستمائة جنيه اما الكوكتيل الحبشي وده الاول مرة تحصل كان بيتلم على بيتلم على 350 جنيه اللي كان بيتلم من 200 و 250 اما بالنسبة للكوكتيل الالبينو كان بيتلم على 1400 ده بالنسبة لكبير الشغال بعد كده طبعا جيء الروز الروز كان النهاردة بيتلم برضو على اسعار عالية كان بيوصل ل600 جنيه وتممية جنيه ده بالنسبة للورنجو بلاينو بالنسبة لالبينو طبعا كمان بالنسبة لالزبرة كان بيتلم على 100 جنيه والاستراليات كانت بتتلم على 80 جنيه وكانوا بيختاروا الفواتح بس من الاستراليات وطبعا الاسعار ديت الحمد لله اسعار كويسة في هاريت تعزي استيرك وما تزيلش بيه عشان السعر يعلى كمان اكتر من كده بالنسبة للعصفير اللاتيني اللاتيني دلوقتي اللي تمنها بدأ يقرب من الالبينو بسم الله ما شاء الله في السعر بتاعه اللي وسل لتممية جنيه بالنسبة الكبير اما بالنسبة للصغير وسل من 500 الى 600 النهاردة الكوكتيل الالبينو كان بيتلم يعني سعره يعتبر اعلى كمان من الفرنساوي يعني كان بيلمه الفرنساوي على 400 جنيه والازابيل اللي كان بيلمه على 350 جنيه مصبعات على 400 جنيه يعني العصفير اللاتيني النهاردة سعرها بسم الله ما شاء الله كان عالي يعني عصفور الحمد لله وزن نفسه في السوق جامل بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم بتمنى من حضراتكم اللي شراء في القناة وتفعيل زر الجرس اشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته